سجل اجمالي الاصول الاجنبية بالبنك المركزي العماني ارتفاعا بنسبة 27.4% ليبلغ اكثر من 6 مليارات و 855 مليونا بنهاية يوليو الماضي واضح البنك المركزي العماني ان السيولة المحلية بلغت 21 مليار و 362 مليونا و 600 الف ريال عماني مرتفعة بنسبة 4.9% فيما بلغت ودايع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الاسلامية نحو 18 مليار و 168 مليونا و 900 الف ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 6.5% حيث بلغت ودايع القطاع الخاص اكثر من 17 مليار و 66 مليونا و 400 الف ريال وافاد البنك المركزي ان مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بلغ 113.8 نقطة نهاية يوليو الماضي